نترأس اليوم رئيس الجمهورية سيد عمجي تبون القائد العلى القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية وعروضا تخص فتح رأس بالكين عموميين وشروط وكيفية منح العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية بالإضافة لتقييم عملية تعويض البحارة الصيادين وكذا أليات قانونية للتكفل بالمتضرر من الفيضانات نتابع مخرجات اجتماع مجلس الوزراء في هذه الورقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر